اشهد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بما تحقق من منجزات حقوقية في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه جاء ذلك لدى لقاء سموان حفظه الله في قصر القضيبية اليوم بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة رئيس مجلس امان وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس ادارة صندوق العمل وسمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة وسعادة السيد حمد بن فيصل الملكي وزير شؤون مجلس الوزراء لدى لقاء سموه المهندس علي احمد درازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان والذي رفع الى سموه التقرير السنوي الـ 11 للمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان حيث اعرب سموه عن تقديره لجهود المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان وما توالي تحقيقه من انجازات في العهد الزهر لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حافظه الله ورعاه وفقا لمبادئ ميثاق العمل الوطني والدستور والقوانين والتشريعات ذات الصلة بالاضافة الى المعاهدات الدولية والاقليمية من جانبه اعرب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي وللعهد رئيس مجلس الوزراء على ما يليه سموه من دعم للمبادرات التي تعمل المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان على تحقيقها بما يعزز من انجازات مملكة البحرين في هذا المجال اشتركوا في القناة